بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورحب بكم طلاب العزاء في مادتنا المهارات الرقمية للصف الخامس والسادس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني بسم الله الرحمن الرحيم ماذا تعلمنا في الدرس السابق؟ تعلمنا في الدرس السابق كيف نقوم باستخدام برامج أخرى من أجل أن نقوم باستخدام الوسائق المتعددة وأيضا رأينا كيف نقوم بتنفيذ مشروع الوحدة إذا سألنا ما اسم التطبيق الخاص بأجهزة نظام الـ IOS الخاصة بتحرير المقاطع الصوتية نعم أحسنتم لدينا تطبيق الـ Wave بعد خاص لنظام تشغيل الـ IOS وهو تطبيق مجاني نستطيع من خلاله تعديل المقاطع الصوتية أو تسجيل أصواتنا أو الأصوات الأخرى طيب سؤال آخر هل يمكننا أن نقوم بنسخ ولسق الملفات الصوتية في أجهزة نظام الـ IOS؟ أحسنتم لا نستطيع باستخدام أجهزة أنظمة الـ IOS أن نقوم بعملية النسخ واللسق للملفات الصوتية بسهولة طيب سؤال آخر بالنسبة لأنظمة الـ Android ما هو اسم التطبيق الخاص بتحرير المقاطع الصوتية؟ أحسنتم نستخدم الأندرويد فيديو أو فيد وهو خاص بنظام الأندرويد من خلال شركة جوجل إذا كان لدينا جهاز أو هاتف يعمل بنظام الأندرويد نستطيع استخدام هذا التطبيق من أجل أن نقوم بتحرير المقاطع الفيديو فنطلق عليه الأندرويد فيد أو الأندرويد فيديو طيب سؤال آخر أو طبعا قمنا بتنفيذ مشروع الوحدة وشكلنا مجموعة مع زملائنا في الفصل لعمل مقطع فيديو عن مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية فنبدأ بداية في البحث عن الصور في الشبكة العنكبوتية ولتنفيذ هذه الخطوة نقوم طبعا بفتح متصفح Microsoft Edge وبعدها نقوم بالذهاب إلى محرك البحث الجوجل ونقوم بكتابة العنوان وهي حدائق الملك عبدالله العالمية وبعدها نقوم بالضغط على Enter عندها نقوم باختيار الصور وبعدها نقوم بالضغط على الأدوات حتى نختار الرخص أو حقوق الاستخدام الخاصة برخص المشاعر الإبداعي فنذهب إلى محرك البحث بهذه الطريقة ونكتب مثلا حدائق الملك عبدالله العالمية ونختار الصور وبعدها نقوم باختيار أدوات ومن حقوق الاستخدام نقوم باستخدام رخص المشاعر الإبداعي حتى نأخذ الصور المرخصة في الموقع طبعا نتعاون مع المجموعة ونقوم بحفظ الصور المتعلقة بالمشروع على جهاز الحاسب الخاص بدا يقودنا هذا إلى السؤال كيف نقوم بحفظ الصور؟ أحسنتم لحفظ الصورة نقوم بالضغط على الصورة ثم نقوم بالضغط على الزر الفارة الأيمن وبعدها نقوم باختيار حفظ الصورة باسم فنستطيع من خلالها تحديد مسار حفظ الصورة في أي مجلد وبعدها نحتفظ بالصورة في جهاز الحاسب طبعا باستخدام تطبيق الأوداستي قم بتسجيل صوتك أثناء الحديث عن المشروع كتعليق عن المشروع طيب سؤال كيف يمكننا تنزيل هذا البرنامج على جهاز الحاسب؟ أحسنتم نقوم بتنزيله من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتطبيق أو برنامج الأوداستي طيب كيف نفتح ملف صوتي في البرنامج باستخدام هذا البرنامج؟ أحسنتم نقوم من خلال قائمة إبدأ نضغط على إيقونة البرنامج وبعدها نقوم باختيار قائمة ملف ثم نقوم باختيار Open أو فتح فنذهب إلى قائمة إبدأ ونختار البرنامج وبعدها نقوم بفتح الملف الصوتي طبعا نحظوا File بعدها Open وبعدها نقوم باختيار الملف الصوتي الموجود في الجهاز وبعدها نقوم بالضغط على Open فيتم فتح الملف طيب كيف نقوم بتشغيل جزء من المقطع الصوتي؟ أحسنتم لتشغيل جزء من المقطع الصوتي نقوم بالضغط أو بعملية السحب أو السحب بمؤشر الفأرة فنقوم بتحديد الجزء المراد تشغيله وبعدها نقوم بالضغط على تشغيل أو Play أو ممكن نختار أو نستخدم مفتاح المسافة أو Space Bar بهذه الطريقة لاحظوا قمنا بتحديد جزء من الصوت وبعدها نقوم بالضغط على Play أو المسافة فنستطيع سماع الجزء المحدد من الصوت طيب سؤال آخر كيف نحفظ المشروع بعدما انتهينا من تسجيل الصوت؟ كيف نقوم بحفظه؟ أحسنتم نقوم باختيار من قائمة ملف وبعدها نقوم بالضغط على Save Project أو حفظ المشروع ثم نقوم باختيار Save Project As أو حفظ المشروع باسم ثم نقوم بالضغط على OK طبعا نحدد المجلد الخاص بالمقاطع الصوتية وهو الميوزيك كموقع لحفظ الملف وبعدها نقوم بكتابة اسم الملف وأخيرا نقوم بالضغط على Save ثلاثة باستخدام صور مايكروسوفت أنشئ مقطع فيديو يحتوي على الصور التي جمعتها والتسجيل الصوتي لمشروع حدائق الملك عبدالله العالمية طبعا تطبيق صور مايكروسوفت ما هو هذا التطبيق؟ أحسنتم هو عبارة عن عارض أو محرر مجاني للصور موجود في نظام تشغيل Windows 10 أو 10 والذي يوفر لنا التحرير أو يسمح لنا بتحرير وتحسين الصور بالإضافة إلى أدوات أخرى موجودة في البرنامج طبعا هنا موجود في قائمة إبدأ أستطيع الحصول عليه بالضغط على الصور وبعدها يفتح البرنامج لدينا كيف يتم إنشاء مقطع فيديو باستخدام هذا البرنامج أو هذا المحرر؟ لإنشاء أو مقطع فيديو باستخدام هذا البرنامج نقوم بالضغط على الصور أو الفوتوز وبعدها نقوم بالضغط على الفيديو إديتر أو محرر مقاطع الفيديو وبعدها نقوم بالضغط على مشروع جديد ومن ثم نقوم بإنشاء المقطع الفيديو مثل ما نريد طبعا نحدد موقع المقطع الفيديو أين سيكون في الجهاز وبعدها نحدد الصور التي نريد تشكيل مقطع فيديو عليها وبعدها نقوم بالضغط على الفتح فتظهر لنا الستوري بورد أو بلايس إن ستوري بورد أو لوحات العمل وبعدها نقوم بتحرير أو إنشاء المقطع الفيديو من هنا لاحظوا محرر الفيديو إنشاء مشروع فيديو جديد ونقوم بإنشائه من خلال تجميع الصور أربعة في المشروع بناء على تعليمات معلمك شارك مقطع الفيديو مع زملائك في الفصل كيف نقوم بمشاركة مقطع الفيديو؟ طبعاً لمشاركة المقطع الفيديو نستطيع اختيار خدمة تحميل الفيديو ورفعه على الإنترنت أو نستطيع حفظ الفيديو كملف في جهاز الحاسب طبعاً بعدما قمنا بحفظ مقطع الفيديو نقوم بعمل تصدير للمقطع الفيديو وأخيراً نقوم بعمل مشاركة من خلال الضغط على النقاط الثلاثة فتظهر لنا هذه القائمة نقوم بالضغط على مشاركة أو share فتظهر لنا الشاشة الخاصة بالمشاركة فنستطيع إما نسخ الملف أو استخدامه في الوان نوت أو في مركز تقديم الملاحظات أو عن طريق الإيميل وأخيراً تذكر أن تطلب من معلمك المساعدة والتوجيه في أي وقت إذا كنت في حاجة إليها طبعاً يحدد المعلم موعد لتسليم المشروع ومناقشة أعمال الطلبة طيب، ماذا تعلمنا في هذا المقرر؟ نحظنا المقرر عبارة عن ثلاث وحدات وهي أدوات البحث والاتصال ومشاركة الملفات وأيضاً الوحدة الثانية وهي خاصة بالمالتي ميديا أو الوسائط المتعددة اليوم سنرى بإذن الله التفاعل مع سكراج الوحدة الثالثة التفاعل في سكراج طبعاً هل تعجبك الرسوم المتحركة وألعاب الحاسب؟ حان الوقت الآن لإنشاء مجموعتك الخاصة منها وستتعلم بإذن الله في هذه الوحدة مهارات مهمة يمكنك من خلالها إنشاء رسوم متحركة وألعاب بسيطة ماذا سنتعلم في هذه الوحدة؟ أو ما هي أهداف الوحدة؟ سنتعلم كيف نقوم باستخدام التكرار في البرمجة أيضاً سنرى كيف نقوم بتغيير اتجاه الكائن أيضاً ضبط نمط تدوير كائن ما وسنستخدم لبنات الاستشعار للتحكم في حركة الكائنات وأخيراً سنرى كيف نقوم باستخدام رسائل البث لإنشاء حوار بين الكائنات في سكراج ماذا سنحتاج في هذه الوحدة؟ سنحتاج في هذه الوحدة برنامج السكراج طيب إذا درسنا اليوم بإذن الله سيكون الدرس الأول الخاص في الوحدة الثالثة وهي الحركة في سكراج وان ماذا سنتعلم في هذا الدرس؟ سنتعلم في هذا الدرس بإذن الله ونحقق عدة أهداف سنتعرف على لبنات كرر باستمرار وإذن سنرى كيف نستخدم لبنات ارتد إذا كنت في الحافة أو inf if on edge pounds وثلاثة سنرى كيف نتعامل أو نستخدم لبنات اتجه نحو الاتجاه أو point in directing طيب تمهيد لدرسنا اليوم هل نستطيع استخدام أوامر التكرار مع الكائن؟ نعم أحسنتم نستطيع استخدام أوامر التكرار أو الreputation أو اللوبس باستخدام برنامج السكراج فإذن هل يمكن تكرار الأوامر بدلا من إعادة كتابتها؟ نعم أحسنتم نستطيع أن نستخدم في سكراج عدة أو عفوا نستطيع تكرار تنفيذ الأوامر بدلا من إعادة كتابتها مرة أخرى طيب ما هي أنواع لبنات التكرار؟ لدينا لبنات التكرار وهي ثلاثة أولا لبنات كرر مرة أو repeat النوع الثاني من لبنات التكرار وهي لبنات كرر باستمرار forever واللبنات الثالثة الخاصة بالتكرار وهي لبنات كرر حتى أو repeat until أين يمكن العثور على لبنات التكرار؟ من خلال الفئات الخاصة باللبنات البرمجية أحسنتم نجدها عادة موجودة في فئة لبنات التحكم أو الكنترول وهي برتقالية اللون طيب سؤال آخر فيما تستخدم أو في ماذا تستخدم تلك اللبنات؟ أحسنتم حتى تتحكم في مسار البرنامج أو حتى تقوم بعمل تكرار بعض الأوامر بشكل خاص أو على حسب احتياجها فإذن ما هي أشكال لبنات التكرار التي رأيناها الثلاثة؟ لبنات تكرار سكراتش كرر مرة واحد أو عدة مرات أو بعدد محدد من المرات أو كرر باستمرار هذا شكل اللبنة أو كرر حتى بوجود شرط معين نستخدم هذه اللبنات أولا لبنة تكرر باستمرار في ماذا تستخدم هذه اللبنة؟ نريد أحيانا استخدام هذه الأوامر إذا كنا نريد أن تنفذ في تكرار لا نهائي أو إلى ما لا نهاية من العمليات فنستخدم لبنة تكرر باستمرار طبعا هذا هو السبب بأن هذه اللبنة لا تحتوي على نتوء في الأسفل لأنها لا تنتهي أبدا لاحظوا أننا لا نستطيع استخدام أمر آخر بعدها فيتعتبر اللبنة الأخيرة طيب متى أو كيف أوقف الاستمرار في هذه اللبنة؟ لأنها ستستمر إلى ما لا نهاية أريد الزر أو أريد التحكم بإيقاف تلك اللبنة؟ أحسنتم لاستخدامها ممكن نقوم باستخدام علامة التوقف أو الستوب صاين أو تنشيط لبنة أوقف وهي ستوب وهي موجودة بهذه الطريقة فالزر الأحمر هو عبارة عن علامة الستوب أستطيع الضغط عليها وبالتالي أقوم بإيقاف عملية التكرار أو أن أستخدم لبنة اسمها لبنة أوقف فأقوم بوضعها في اللبنات طبعا أستطيع التحديد من القائمة المنسدلة للمقاطع البرمجية التي تريد إيقافها من خلال استخدام تلك الأوامر طيب طبعا نحظوا هنا سؤال آخر ماذا ستنفذ هذه اللبنة؟ طبعا نكرر باستمرار ستنفذ اللبنات الموجودة بداخلها باستمرار لاحظوا إذا أضعت أوامر في المنطقة المنتصف سأحصل على تكرار لتلك الأوامر بشكل لا نهائي طيب ما هي أكثر اللبنات استخداما في سكراج؟ أحسنتم لبنة تكرر باستمرار تعتبر هي أكثر اللبنات التكرار استخداما وهي تعتبر الكثير من الحالات التي نحتاج فيها إلى تكرار لا نهائي سنجدها أدنى مثالا على ذلك طيب كيف نطبق ذلك عمليا؟ سنبدأ أولا بفتح مشروع جديد في سكراج نحفظ أو عفوا نحذف كائن القطة ونقوم بإضافة كائن القطة رقم 2 من مكتبة سكراج وبعدها نقوم بإضافة مقطع برمجي لتنفيذ التالي لو طلب مني أجعل القطة 2 تتحرك عشر خطوات للأمام كيف سنطبق ذلك عمليا؟ باستخدام المقاطع البرمجية أقوم بالضغط مجرد أن أقوم بوضع الحدث عند النقر بالعلم الأخضر وبعدها أقوم بوضع تحرك عشر خطوات كأمر يجعل القطة 2 تتحرك عشر خطوات للأمام طيب اجعل القطة 2 تتحرك باستمرار ولا تتوقف عن الحركة إلا إذا ضغطت على علامة التوقف أو إذا خرجت من المنصة كيف سيكون شكل المقطع؟ سيكون شكل المقطع بهذه الطريقة مجرد أني أقوم بإضافة كرر باستمرار وأضع لبنة الحركة وهي تحرك عشر خطوات فستتم تحريك اللبنة عشر خطوات إلى الأمام كيف سيكون تقدم القطة؟ لاحظوا ستتقدم عشر خطوات للأمام بهذه الطريقة طيب سؤال آخر ماذا سيحصل أو ماذا يحصل للكرة إذا رماها اللاعب باتجاه الحائط؟ ماذا سيحصل لها؟ أحسنتم سيحصل لها ارتداد فإذا قمنا بقذفها فستتم ارتداد الكرة باتجاه الحائط إذا أحتاج أحياناً حتى أو ماذا أفعل حتى لا تختفي القطة؟ اثنان سأقوم بعمل أو باستخدام إذا كنت لا تريد أن تختفي القطة ممكن أن تقوم بتغيير اتجاهها طيب سؤال آخر سيقودني إلى سؤال آخر كيف نستطيع تغيير اتجاهها؟ لتغيير اتجاهها نقوم باستخدام لبنة ارتد إذا كنت عند الحافة ستستمر القطة اثنان في الحركة حتى تصل إلى الجانب الآخر من الشاشة حيث ستغير اتجاهها مرة أخرى وذلك باستخدام لبنة ارتد إذا كنت عند الحافة أو in on edge pounds فلبنة ارتد إذا كنت عند الحافة أين يمكن العثور عليها؟ في أي فئة من اللبنات البرمجية؟ أحسنتم موجودة من ضمن لبنات الحركة أو الموشنز ويتعتبر زرقاء اللوم ارتد إذا كنت عند الحافة طيب ماذا نستخدم في هذه اللبنة؟ تعتبر طبعا هذه اللبنة جدا مفيدة لحركة معينة حيث تقوم وتختبر هذه اللبنة إذا لامس حدود الشاشة عند تحركه فإذا لامست حدود الشاشة تقوم بالدوران 180 درجة أو بزاوية 180 درجة في اتجاه معاكس وتنتقل إلى الجانب الآخر من المنصة فماذا تختبر أو ماذا تفحص هذه اللبنة؟ نجد أنها عندما يلامس الكائن حافة الشاشة أو لا فإذا قام بملامستها عكست اتجاهها بزاوية 180 درجة فترتد إذا كانت عند الحافة طيب أدل أضف لبنة ارتد إذا كنت عند الحافة إلى المقطع البرمجي السابق ثم شغله وشاهد الفرق ماذا سيحصل إذا قمنا بإضافة لبنة الحركة ارتد إذا كنت عند الحافة؟ سنلاحظ أن الكائن القط 2 إذا وصل إلى حدود الشاشة سيعكس اتجاهها بزاوية 180 ويتج إلى الاتجاه المعاكس للشاشة بهذه الطريقة لاحظوا بهذه الطريقة عكس اتجاهها وسار إلى الاتجاه المعاكس طيب ماذا سيحصل عند تشغيل المقطع البرمجي؟ عند تشغيل هذا المقطع ستتحرك القطة مثل ما ذكرنا 2 في المنصة وتذهب في الاتجاه المعاكس في كل مرة تصل فيها إلى نهاية الشاشة أو إلى حافة الشاشة طيب سؤال هل نستطيع التحكم بزاوية تغيير الاتجاه؟ نعم أحسنتم نستطيع أن نقوم بذلك ماذا نستخدم لتغيير زاوية الاتجاه الكائن؟ أحسنتم لدينا لبنة اسمها لبنة اتجه نحو الاتجاه أو point in direction لبنة اتجه نحو الاتجاه أو point in direction أنا يمكن العثور على هذه اللبنة في أي فئة من الفئات البرمجية؟ أحسنتم موجودة من لبنات الحركة أو الموشن الموجودة وهي لونها أزرق لاحظوا هذا شكل اللبنة اتجه نحو الاتجاه بزاوية معينة طبعاً كم زاوية اتجاه هذه اللبنة؟ نجد أن زاويتها الافتراضية أساساً تكون موجودة دائماً بزاوية قائمة وهي 90 درجة ولكن نستطيع أن نغير قيمة الزاوية كيف نغير قيمة الزاوية في هذه اللبنة؟ ما علينا إلا فقط أن نقوم بكتابة الرقم في المربع الأبيض الموجود في اللبنة فلاحظوا هنا نستطيع أن نقوم بكتابة أي زاوية أو أي رقم للزاوية حتى نقوم بتغيير اتجاه الكائن طيب كيف نغير قيمة الزاوية في هذه اللبنة؟ سنستخدم طبعاً لدينا من صفر إلى 360 درجة لتحديد الاتجاه الذي سيتخذه الكائن فإذا كنت تريد أن يتجه الكائن الخاص بك رأسياً لأعلى يجب أن تكون القيمة التي تكتبها بين 180 درجة إلى سالب 180 درجة طيب هل هناك خيار آخر لتغيير الاتجاه؟ نعم يوجد لدينا خيارات أخرى وهو الضغط على المربع الأبيض واختيار اتجاه للدائرة من تلك التي تظهر طيب كيف يدور الكائن في زاوية محددة؟ نستطيع استخدام هذه اللبنة من خلال توجيهها في اتجاه معين حيث يدور الكائن في زاوية محددة وما هي الزوايا الممكنة في هذه اللبنة؟ ممكن تكون الزاوية رأسية صفر أو تكون 45 أو زاوية قائمة 90 أو 135 أو 180 وتزداد الزوايا على حسب ما أريد في أي اتجاه أن يكون زاوية تجاه الكائن طيب أضف لبنة اتجه نحو الاتجاه وشغل البرنامج وشاهد الفرق كيف سيكون شكل المقطع البرمجي؟ لما نقوم بإضافتها لاحظوا إضافة اتجه نحو الاتجاه ونغير الزاوية سيقوم بالتكرار وتحريك الكائن 10 خطوات ثم يرتد إذا كان عند الحافة بهذه الطريقة طيب كيف نوقف المقطع؟ مجرد أن نقوم بالضغط على إيقاف المقطع البرمجي أو الكرة الحمراء طيب كيف تتحرك القطة اثنان في جميع أجزاء الرئيسي؟ نلاحظ أنه نستطيع بتغيير اتجاه في كل مرة ترتد فيها عن حافة الشاشة طيب سؤال آخر هل نستطيع التحكم في حركة الكائن باتجاه أو باستخدام عفوا؟ لوحة المفاتيح نعم نستطيع استخدام مفاتيح لوحة المفاتيح فنستطيع التحكم في حركة الكائن إما بالتحريك الأسهم يمين يسار أو أعلى أو أسفل طيب دعونا نجرب معا ونطبق ذلك عمليا هذا تطبيق عملي خاص طبعا في البداية نقوم بالذهاب إلى ملف جديد وبعدها نقوم بحذف الكائن القط واحد ونقوم بإضافة الكائن قط اثنان من فئة الحيوانات نختار كات تو وبعدها نقوم باختيار الخلفية بأي خلفية نجدها مناسبة للمقطع أو للبرنامج نبتغل أن نستخدم هذه الخلفية بعدها نقوم باستخدام الأحداث باعتبار أن أول لبنة خاصة بالمقاطع البرمجية تبدأ عند النقر بالعلم الأخضر وبعدها نقوم باستخدام الفئات الخاصة بالتحكم أو الكنترول فنستخدم لبنات الاستمرار أو كرر باستمرار ونقوم بإضافتها أو تركيبها إلى المقطع البرمجي بهذه الطريقة ثم نذهب إلى فئات الحركة ونختار تحرك نحو عشر خطوات إلى الأمام ونقوم بتركيبة في المقطع بهذه الصورة نختار طبعا اللبنة الخاصة بالارتداد وهي ارتد إذا كنت عند الحافة ونقوم بتركيبها أيضا في المقطع البرمجي إذا قمنا بتحريك العلم الأخضر سنلاحظ أنه سيتم تحريك الكائن بهذه الطريقة وإذا قمنا بالضغط على توقف فإن البرنامج سيتوقف بهذه الطريقة طيب تدريبات خاصة بدرسنا اليوم طيب التحكم في مسار البرنامج املأ الفراغات بالكلمات التالية مع ملاحظة أن بعض الكلمات ممكن نقوم باستخدامها أكثر من مرة الكلمات هي المشروع بلا حدود ينتمي كرر باستمرار واحد كرر باستمرار تنفذ اللبنة ماذا فراغ اللبنات الموجودة بداخلها فراغ أحسنتم تنفذ لبنة كرر باستمرار اللبنات الموجودة بداخلها أحسنتم وتنتمي إليها أو تنتمي طيب اثنين أوقف الكل توقف جميع المقاطع البرمجية في ماذا أوقف الكل أحسنتم في المشروع ثلاثة أوقف المقطع البرمجي الحالي تقوم هذه اللبنة أو توقف فقط المقطع البرمجي الذي ماذا أحسنتم ينتمي إليها أربعة أوقف المقطع أو المقاطع الأخرى في الكائن تقوم هذه اللبنة أو توقف جميع المقاطع البرمجية في الكائن ما عاد المقطع البرمجي الذي أحسنتم ليكون بلا حدود إليها طيب ماذا تعلمنا في درسنا اليوم؟ تعلمنا اليوم وقمنا بتحقيق عدة أهداف رأينا لبنات التكرار ورأينا كيف نقوم باستخدام لبنة كرر باستمرار وإذا رأينا كيف نقوم باستخدام لبنة ارتد إذا كنت في الحافة أو if on edge pounds وأخيرا رأينا كيف نقوم باستخدام لبنة التجه نحو الاتجاة أو point in direction أشكر لكم حسن متابعتكم تمنياتي لكم بالتوفيق وأراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته